نعرضة كمان كابتن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الاهلي بدأ يجهز مع التنصيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لائحة جديدة للعقوبات الخاصة باستخدام اللاعبين لمواقع التواصل الاجتماعي لمواقع التواصل الاجتماعي يكون فيها طبعا محظورات منها طبعا تلاسن اللاعبين مع الجماهير او كتابة اي شيء يحمل اساءة للمنافسين او زملاء في الملعب او برا الملعب ده شيء محترم وعجبني جدا جدا قرار النادي الاهلي بعقاب احمد عبدالقادر عشان البوست اللي كذب بالمناسبة وانا قلت الكلام ده قبل كده وهفضل اقوله الراجل بيعبر عن غضبه بيعبر عن زعله بيعبر 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 يا جماعة لعيبة الكورة الناس المشهورة المؤثرة حتى لو مش لعيبة كورة بيبقوا حرسين جدا 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 على كل حرف بيكتبوا ومس زي وزي ومس زي ناس كتيرة تانية يعني اللي هو ايه عيخش يقول انا زعلان من اللي مش عارف ايه ومين عملي ومين عملي ومين عملي لا تكلمة بتاعتك بميزان ضاقية جدا كل كلمة بحسابها فلو الكلام اللي هيطلع منك مش محسوب ما يتقلش على فكرة قلت الكلام ده برضو قبل كده انه في شركات كبيرة شركات كبيرة في العالم هي اللي بتبقى مسؤولة عن الحسابات الرسمية لللاعبين الكبارة والاندية او او هم اللي بيقولهم تنزلوا ايه تنشروا ايه لا ده مش وقته لا ده ما ينفعش لا ده هيعمل نتيجة عكسية لا ده هيعمل نتيجة ايجابية مش مش بتصحى من النوم زي الشخص العادي تخش تكتب لي انت عايزه لا بما انك بقيت مؤسر بقيت مشهور يعني كلامك بحساب مش زي كل الناس انت بقيت مختلف دلوقتي